وللمزيد ينضم إلينا على الهواء مباشرة من شرم الشيخ مراسل تلفزيون المصري كريم ببرس كريم بداية تحية لك وحدثنا عن آخر الاستعدادات وورش العمل التحضيرية لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة تفضل نعم تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين في متابعة مستمرة لفعليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة الرابعة هنا من شرم الشيخ من أرض السلام بالفعل غدا ستبدأ الورش التحضيرية وهي الورش ما قبل المنتدى وهذه الورش بها عدة ندوات همة ومن أهمها بالطبع ورشة خاصة بجائحة كورونا والتعامل ما بعد جائحة كورونا وخصوصا في ظل التحول الرقمي والرقمنة بشكل عام في العالم أجمع وخصوصا بالطبع في التواصل وطرق التواصل وخصوصا أن هناك العديد من الشباب حاولوا بالفعل التسجيل والحضور لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة ولكن ربما لاجتمال العدد لم يستطيعوا أن يكملوا التسجيل وهنا جاءت دور الرقمانة والتحول الرقمي حيث هناك هذا التطبيق الإلكتروني الأبليكيشن الخاص بورد يوث فورم في نسخته الرابعة يستطيع كل من حاول أن يأتي إلى المنتدى أن يسجل على هذا التطبيق الرقمي ويشارك بفاعلية بأسئلة خاصة به في الندوات المختلفة إذن هذه نقطة قاصة وهامة جدا في الورش التحضيرية أيضا سيكون هناك ضمن الورش التحضيرية حديث عن التنمية المستدامة وفكرة حياة كريمة ضمن التنمية الاجتماعية وكيف أثرت بشكل عام على الشعب وعلى بالطبع الإنسان المصري وفكرة نقل هذه التجربة خصوصا في حضور العديد من أشباب من حول العالم سواء الدول الأوروبية أو الأسيوية أو حتى هنا الدول الأفريقية وأيضا من الولايات المتحدة الأمريكية أيضا سيكون هناك عدة ورش بشكل عام داخل المنتدى منها كما ذكرنا التحول الرقمي ما بعد جائحة كورونا تغيرات المناخية وهي موضوع هام جدا بالطبع في هذه الأوقات خصوصا في ظل التغيرات المناخية الأخيرة التي أثرت بشكل كبير جدا 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 وأيضا هناك بعض الورش التي ستتحدث عن تكنولوجيا زاد وهي التكنولوجيا الجديدة ضمن التحول الرقمي وكما ذكرتم بالفعل هذا تطور استخدام الروبوت في الكشف عن فيروس كورونا أيضا هناك نشاط فاعل جدا للمتطوئين لمنتدى شباب العالم شباب المنظمين لمنتدى شباب العالم في استقبال الوفود منذ وصولهم والكشف بالطبع عنهم عن طريق هذا الكشف السريع أو الرابيد تاست للاكتشاف أي شبهات خاصة بفيروس كورونا أو المتحول الجديد أوميكرون قبل دخولهم لأماكن تسكينهم وذهابهم بالطبع للمنتدى سيبدأ يوم الأثنين القادم فيه بالطبع يستمر حتى الخميس القادم بإذن الله وسنتابع بالطبع على مدار الأيام القادمة فعاليات والندوات خاصة جدا بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي داخل هذه الندوات وسيكون هناك لقاء مباشر بين القيادات السياسية والرموز السياسية وأيضا الرموز الفنية بين الشباب وهؤلاء الرموز ربما لعرض الأفكار المختلفة وهنا يأتي تطبيق الفكرة الأساسية التي بني عليها منتدى الشباب العالم وهو السلام والإبداع والتنمية مراسل تلفزيون مصري كريم بيبرس شكرا جزيلا لك على هذه الجولة المفصلة من شارمي شيخ شكرا